اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم تعلمنا قسمة التعابير الجبرية وقلنا نقسم القسم العددي على القسم العددي والقسم الحرفي على القسم الحرفي مثال 4X مربع ناقص 12X مقسومة على 4X يساوي 4X مربع مقسومة على 4X ناقص 12X مقسومة على 4X 4X مربع مقسومة على 4X 4 تقسيم 4 هي 1 X مربع تقسيم X هي عبارة عن X إذن يبقى لدينا X ناقص 12X تقسيم 4X 12 تقسيم 4 هي 3 وX تقسيم X هي 1 إذن يصبح لدينا الناتج هو عبارة عن X ناقص 3 ثم ميزنا بين المتطابقة والمعادلة وقلنا المتطابقة هي عبارة عن مساواة وقلنا المعادلة عبارة عن مساواة بين تعبيرين جبريين محققة من أجل قيم معينة للمتغير لنأخذ مثال X مكعب زائد 2 تساوي X زائد 1 بين قوسين للتكعيب نلاحظ أنه إذا عبضنا X يساوي الواحد فإن 1 للتكعيب هو 1 زائد 2 هو عبارة عن 3 هل تساوي 1 زائد 1 للتكعيب 1 زائد 1 هي 2 للتكعيب هي 8 إذن 3 لا تساوي الثمانية ومنه فإن X مكعب زائد 2 يساوي X زائد 1 بين قوسين للتكعيب ليست متطابقة لنأخذ مثالا آخر X مكعب ناقص X يساوي X بين قوسين X مربع ناقص 1 نلاحظ أنها محققة من أجل جميع قيم R فهي متطابقة ثم درسنا المتطابقات التربيعية الشهيرة واخدنا مربع مجموع حدين وقلنا أيا كان A وB من R فإن A زائد B بين قوسين للتربيع يساوي A مربع زائد 2A مضروبة في B زائد B مربع أي أنها تساوي مربع الأول زائد ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني وندعو الطرف الأيمن منشورا للطرف الأيسر أنشر X زائد 5 بين قوسين للتربيع X هي الأول والخمسة هي الثاني مربع الأول هو X مربع زائد ضعفي الأول في الثاني هي 2 مضروبة في X مضروبة في 5 زائد مربع الثاني هي عبارة عن 5 للتربيع ويساوي X مربع زائد 2 في 5 عشرة X زائد 5 للتربيع هي 25 ثم درسنا متطابقة مربع فرق حدين وعرفناها أي كان A وB من R فإن A ناقص B بين قوسين للتربيع يساوي A مربع ناقص 2AB زائد B مربع أي أنها تساوي مربع الأول ناقص ضعفي الأول في الثاني زائد مربع الثاني مثال أنشر 2X ناقص 3Y بين قوسين للتربيع 2X هي عبارة عن الأول و3Y هي عبارة عن الثاني مربع الأول هي 2X للتربيع ناقص ضعفي الأول أي 2 مضروبة في 2X في الثاني مضروبة في 3X زائد مربع الثاني هو عبارة عن 3Y للتربيع ويساوي 2X للتربيع هي عبارة عن 4X مربع ناقص 2 في 2 أربعة في 3 12XY زائد ثلاثة Y للتربيع هي عبارة عن 9Y أي أصبح لدينا الناتج 4X مربع ناقص 12XY زائد 9Y معاعدين بفرقهما القوس A زائد B مضروب بالقوس A ناقص B يساوي A مربع ناقص B مربع مثال X ناقص ثلاثة بين قوسين مضروبة بX زائد ثلاثة بين قوسين نلاحظ أنها مجموع على دين بفرقهما أي تساوي X مربع ناقص ثلاثة مربع ويساوي X مربع ثلاثة للتربيع هي عبارة عن 9 مثال ثاني 2X ناقص ثلاثة بين قوسين مضروبة في 2X زائد ثلاثة بين قوسين أيضا هي مجموعة دين بفرقهما فهي تساوي 2X للتربيع ناقص ثلاثة للتربيع ويساوي 2X للتربيع هي عبارة عن 4X للتربيع ناقص ثلاثة التربيع هي عبارة عن 9 ثم درسنا تحليل كثيرات الحدود ودرسنا فيه التحليل بإخراج العامل المشترك الأعلى وقلنا أن العامل المشترك الأعلى لعدة حدود جبرية هو حاصل ضرب العامل المشترك الأكبر للمعاملات العددية في قوة المتغيرات المشتركة بأصغر أس مشترك مثال 5X مربع زائد 10X نلاحظ أن الخمسة عامل المشترك أعلى بين الخمسة والعشرة وأن الـ X عامل المشترك أعلى بين الـ X مربع والـ X إذن يكون لدينا العامل المشترك الأعلى هو عبارة عن 5X إذن نخرج 5X من 5X مربع فيبقى لدينا X ونخرج أيضا 5X من 10X يبقى لدينا 2 فنكتب 5X مضروبة بالقوس X زائد 2 درسنا التحليل باستخدام المتطابقات الشهيرة ويتم ذلك بالاستفادة من المتطابقات التربيعية الشهيرة مثال حلل كل مما يلي أولا X مربع ناقص 9 يمكن أن نكتبها X مربع ناقص 3 مرفوعة للقوة 2 وهي عبارة عن فرق مربعي حدين أي تكتب بشكل X زائد 3 مضروبة بX ناقص 3 ثانيا Y مربع زائد 8Y زائد 16 يمكن أن نكتبها بالشكل Y مربع زائد 2Y مضروبة ب4 زائد 4 للتربيع وهي عبارة عن مربع مجموع حدين فهي تساوي Y زائد 4 للتربيع ثالثا X مربع ناقص 2X زائد 1 يمكن أن نكتبها بالشكل X مربع ناقص 2X مضروبة في 1 زائد 1 للتربيع وهي عبارة عن مربع فرق حدين فهي تساوي X ناقص 1 للتربيع ثم درسنا التحليل بالطريقة المباشرة وقلنا أيا كانت الأعداد الحقيقية X و A و B فإن X مربع زائد بين قوسين A زائد B مضروبة بX زائد A مضروبة بB يساوي جداء القوس X زائد A في القوس X زائد B مثال حلل ما يأتي X مربع ناقص 3X زائد 2 الحل نبحث عن عددين مجموعهما ناقص 3 وجداؤهما 2 نجد أن العددين هما ناقص 1 و ناقص 2 و نكتب X مربع ناقص 3X زائد 2 يساوي جداء القوس X ناقص 2 في القوس X ناقص 1 ثم درسنا المتراجحات و قلنا أن المتراجحة هي عبارة عن تعبيران جبريان بينهما إشارة أكبر تماما أو أصغر تماما أو أكبر أو يساوي أو أصغر أو يساوي مثال X زائد 3 أكبر تماما من 3X زائد 1 و درسنا خواص المتراجحات و قلنا إذا كان B أكبر من C و A أكبر من B فإن A أكبر من C و قلنا أيضا إذا ضربنا طرفي المتراجحة بعدد موجب تماما أو قسمنا طرفي المتراجحة بعدد موجب تماما فإن إشارة المتراجحة تبقى كما هي و قلنا أيضا إذا ضربنا طرفي المتراجحة بعدد سالب تماما أو قسمنا طرفي المتراجحة بعدد سالب تماما فإن إشارة المتراجحة تنعكس وتعلمنا أيضا حل المتراجحات و قلنا أننا ننقل المعاليم إلى طرف والمجاهيل إلى الطرف الآخر مع تغيير إشارة المنقول ثم نوجد قيم إكس المحققة المتراجحة وتكون عبارة عن مجموعة قيم تمثل من خلال المجالات مثال حل في آر متراجحة التالية ومثلها على مستقيم الأعداد 1 على 3 إكس ناقص 1 أكبر تماما من 2 ننقل المعاليم إلى طرف والمجاهيل إلى طرف أي نكتب 1 على 3 إكس أكبر تماما من 2 زائد 1 هذا يعني أن 1 على 3 إكس أكبر تماما من 3 لنتخلص من أمثال إكس أي نتخلص من 1 على 3 إذن نضرب طرفي المتراجحة بالعدد 3 1 على 3 إكس مضربة في 3 يبقى لدينا إكس أكبر تماما من 3 في 3 هي عبارة عن 9 أي أن مجموعة حلول متراجحة هي المجال المفتوح من 9 إلى الزائد لا نهاية نمثلها على مستقيم الأعداد نرسم مستقيم الأعداد ونحدد عليه ناقص لا نهاية وزائد لا نهاية والصفر والعدد 9 ثم نضلل القسم الذي لا يحقق المتراجحة